موسيقى يقف أصحاب الحاجات الخاصة معوقين بحواجز لا يسعى المعنيون فعلا لإزالتها قبل أيام من استحقاق الانتخابات البلدية يؤكد اتحاد المقعدين اللبنانيين الغيابة التامة للمراكز المجهزة لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة من المنتخبين مصادف أن القلم اللي أنا فيه بدي أطلع تاني طابق فإما بدي أتكل عحالي وإتعب كتير وهذا اللي كان يصير يعني لأنه بدي أطلع درج وإما بدي نحمل كيس البطاطا يحملوني لا أطلع أقترع معايير عدة هي الأساس لتحديد مدى مطابقة مركز الاقتراع لتسهيل العملية الانتخابية نذكر منها توفير وصول سهل إلى مركز الاقتراع إضافة إلى تزويد هذه الأمكنة بالمنحدرات تسهيلا لتنقل الشخص على كرسيه المدولب وتكييف المعلومات وتبسيطها للمنتخب من ذوي الإعاقة الذهنية أضف إلى ذلك وجود أشخاص في قلم الاقتراع يتقنون لغة الإشارة أو اللغة الرقمية للمنتخبين الصم وتدريب رؤساء الأقلام ومساعدهم على التعامل الخاص مع أصحاب الحاجات الخاصة لا تقف المشكلة عند حدود التجهيزات الهندسية إنما يعاني ذوي الحاجات الخاصة في كثير من الأحيان إساءة في طريقة معاملتهم مش بدي أنا من ينتخب عني يفوتني أنه خلاص تنتخب لحالك إعزلك يعني بمطرع أنه بنعملكم محال توصلوا لحالكم نحنا من هذا المجتمع ومن الناس من كل الناس وبنا نكون مثلهم لأكتر وعلي وهذا بيكون عزل مش دمج يعني ونحنا ضد هذا المفهوم محلوم العزل أنه نكون فيها محيطة عجناب محمية لا نحنا من هالناس لنا حقوق مثل غيرنا وحقنا نحصل على هذه الحقوق في حين يفاخر لبنان باحترامه حقوق الإنسان تبقى البلديات غافلة عن دمج شريحة تكون 15% من إجمالي السكان حتى لو بالإشارات ترجمة نانسي قنقر